أسبوع اقتصادي كويتي ميزته ثلاثة معطيات إيجابية أول تمثل في انضمام بورست الكويت لعضوية اتحاد البورسات الأوروبية الآسيوية في خطوة ستعز تكامل مع الأسواق والبورسات العالمية هذه العضوية تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق هدف بورست الكويت الرئيسي بأن تصبح ذات بعد إقليمي كما يعكس التزامها بتنفيذ المعايير العالمية من خلال تطبيق الإجراءات الرقابية المعتمدة دوليا وفي مؤشر إيجابي ثاني كشف تقرير لوكالة فيتش العالمية أن الكويت حققت فائضا ماليا ولفت الوكالة إلى أن جميع الدول المصادرة للنفط في المنطقة ستشهد تحسنا ملحوظا في ميزانياتها المالية والخارجية خلال العام الجاري مدفوعة بمتوسط أسعار أعلى للنفط وزيادة في الإنتاج الوكالة أوضحت أن دول الخليج رفعت الدعم عن الطاقة بدرجات متفاوتة ولا تزال حكومتها ملتزمة بالحد من الإنفاق التقرر أشار إلى أن المكاسب النفطية المفاجهة ستختبر استدامة الإصلاحات التي عجرتها دول الخليج مبينة أن زيادة الإنفاق الموازية لزيادة الإرادات ببعض الدول قد تؤدي لانكشاف المالية العامة مع تراجع أسعار النفط مجددا وفي سياق المتصل ثبتت وكالة ستاندرد أمبوز التصنيف الإتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة إي إي مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف مؤكدة على قولة الأصول الخارجية والحكومية الكبيرة توفيرا مساحة للقيام بضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تستقر أفاق التصنيف وأن تبقى مقئيس التصنيف الإتماني الرئيسي للكويت قريبة نسبيا من المستوى الحالية مواضحة أن هذا التصنيف يعكس توقعتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين القادمين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية كما توقعت أن تساهم هذه القوة في تعويض المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي وتصعب التوترات الإقليمية الوكالة أرجعت هذا التصنيف للمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة النتيجة عن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية والذي أتاحت تقدم التدريجي في الإصلاحات المالية ومواجهة تراجع أسعار النفط من خلال زيادة الإنفاق ضمن الخطة الإنمائية للدولة وتوقعت الوكالة أن يتعافى أداء النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأربع القادمة مع توقعات بنمو ناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مؤكدة عدم وجود أي مخاطر كبيرة لإدارة المالية العامة والاقتصادية